سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء الأفاضل أطباء الأشعر. الحالة دي فات بوليزم ينهر أبيض. احنا بنجيبها بالصنار هي مبدئيا دول حاجتين من على الانترنت. لكن مهمين في الكلينيكال براكتس. تجينا في صورة دوبلر ألتراساوند لشخصها. او فاست سكان اللي هو بتاع الترومة اللي نايب الصغير يقدر يعملها. فنركز في الانتيتي دي. ونتكلم عنها شوية. قبل ما ابدأ في الحالة انا حاجد اشكر زملتنا الدكتورة مروة علي. لان هي اللي اتصلت عليها. وقالت لي اشرح الموضوع ده للنواب. انا شفته كزا مرة في فجزاها الله خيرا. اه هي اللي نبهتني للموضوع ده. عشان اه نشرح لكم لان ده ممكن يكون. انا هاشرح هنا حالتين من على الانترنت فيهم ده. اه انت بديلنا ليه باكسري يا دكتور? ده احنا جمعها بتوع صنار. لا. دكتور الاشعة كله يعني يعني صنار. انا مش هقول لك يا سيدي اكتب تقرير ام ار ولا سيتي يعني بالتفصيل. ولا حتى اكتب تقرير اكسري. انت بتشتغل العيان مع الاكسري بتاعه شوفوا. هتقول لي يفرق معنا هنا. اه يفرق معنا هنا. البداية بتاعتنا ان فيه اللي هي البلبس لما بيتكسر او البروكسيمال في مرة لما بتتكسر. البروكسيمال في مرة لما بتتكسب بتعمل مترا مسكولار بليدينج. بتلاقي العيان بيدروب الفايتال ساينز بتاعته واعمل الفاست سكان نورمال او مينيمال في لوت. اه يعني الدنيا ان شاء الله كويس. بيلفيك فراكشورز. وتفعص لليورين بلادر بسبب ايه? او تيوريتور انترنا سيماتومة من نوع الفاخر. او اه سباين مسلا فراكشور ويسوة سيماتومة او ايليو سوة سيماتومة من نوع الفاخر. وانا اقيل في الاخر ايه الفاست سكان كويس. ده هيبقى خادع. في حاجات معينة انت هتبص عليه. دي نقطة. النقطة التانية ان مع العظم ده اللي ما بيكسر. العظم ايه اللي جواه? بون مارو. فاتي بون مارو. فلو دخلت على بيسل من خلال تير للبيسل ولا حاجة? ايه اللي هيحصل? الفات هيعدي جوا البلاد بيسل هيعمل لي فات امبوليزم. هي دي الحالة تاعتني. فالميجور فراكشورز واحدة من الاندر لاينج اتيولوجي ليه الفات امبوليزم. العيان الاولي بتاعنا على مستوى النواب اللي هو ايه? انا هعمل الفاست سكان. نتيجة ان العيان ده عنده تروما. بلبيكتوروما ومش عارب ايه? كار اكسنت مثلا ولا حد. العيان ده ضايت بعد الفاست سكان. يعني ده ملحقش على فكرة الفات امبوليزم. الفات امبوليزم هتتقد لها يوم اتنين تلاتة. تمام? فانا بيقول لك ايه هي الاسباب اللي اه موتت العيان ده. الاسباب ده انا عملت فاست سكان وطلع نورمل. بس عنده ايه? ميجور فاكشورز. الانترامسكولر بهمتهم يا جماعة ممكن تستوعد قبطوا لتر ونص. يا انا هربية لتر ونص بليت. طب تخيل لو عندك بقى النحة التانية وعندك البلبيس اتنين تلاتة لت ما هيضاي. يعني تمام? هيضاي من هيبوفوليمكشوك وانت مطلعه نورمال. فلو سمحت بص على حاجات تانية. طيب. اه انا افترض ان العيان ده بقى ضايت بعد تلات ايام او. ومرة واحدة ريسبيراتوري فيلير. هو ايه اللي حصل? نرجع للفاست سكان بتاعنا. الفاست سكان اه للأسف يعني مش كلاسك انه اه ينقذ العيان. الله ليه بس? لانك بتبص على كوليكشنه بس. فلو سمحت انت مش بصيت على الليفر. اندي عندك هو. الاي بي سي باين. نقط بيضة جوه الاي بي سي. ما تعدهاش. يعني ايه نقط بيضة? مش انت بصيت على الاكسري. او سألت العيانين او سألت الدكتور. هو جاي عنده كسور ايه? ده عنده كسور كتير في البلبس والبروكسما الفيمر. خلاص. يبقى ممكن سورس للفاست ان يفش جوه السيركوليشن. بون مارو. يبقى الايكوجين الفصائي اللي انت شايفها طلع على الغاية القلب دي. دي بعد يوم او اتنين او تلاتة هتعمل له ممكن العيان يضاي. يبقى انت تلحقها بدري تقولها الكلانيشن ممكن يركب له اي بي سي فلتر وبالتالي يحافظ على حيات في العيان. فعلى الرغم من الفاست سكان هنا نورمل لكن فيه نورمل يعني يعني مفيش في فليويد. والفاست سكان مافيش بريتونيا الفليويد مافيش بلورا الفليويد مافيش بريكارديا الفليويد. بس بص بص يا جابة على الباقي. سولد اورجنز الاي بي سي الاي بي سي طبعا هنا هتطلع في ايه? في ايه? في ايكوجينيك في صغير. عيان عنده ميجر فراكشور ده فيات امبوليزم اللي ممكن يبقى سبب للدفع بعد يوم اتنين تلاتة. مش هيضاي يعني في ساعتها. آآ طيب العيان التاني لا ده مش نايب صغير. ما هنا دوبلر استادي. يبقى ده واحد كبير شوية. آآ دوبلر استادي ليه عيان توروما ورجلي مورامة ومش عارف ايه. خلاص حلوة. ده فراكشور كده انت عرفته وهتلاقي الرجل مورامة ومركب حاجة مثلا او حاطة دليسنج ده اللي حاجة. العيان بعد آآ يومين بدأ يبقى عنده تاكبنيا وديسنيا مثلا. طب آآ ده ايه? استبعد لنا يا دكتور دي بي تي. هم بيشكوا ان دي بي تي مثلا وهو اللي عامل آآ امبوليزم. آآ تمام? او انت جالك آآ اميدياتلي بوست آآ آآ تروماتيك. قبل حتى ما يديبيلوب الريسبيراتوري سينفل. وانت برضو للفضل الله هتشخصه. ايه اللي انت شايفه دلوقتي? انا شايف يا دكتور ان الكومن في مورال لابين ودي الكأسين بتاعته ايكوجينيك بوصايب ومشي وطلع على كون. اذا ده حتة كبيرة ده يمكن دي بي تي. هي اللي حتة كبيرة فعلا ممكن تشك ان دي ايه? لكن كل دول لأ. المفيش بهذا الصغر في الحجم. مخصوصا انها طب لو دي ايفن برضو لان الدي بي تي هيحتاج فترة عشان يديفلوك. فالمنظر ده الحق الاي بي سي. يعني ايه? ركب له اي بي سي الفلتر. فممكن من الفاست سكان الحق العيان ده. او ممكن من دوبلر آآ التراساوند الحق برضو العيان ده. فانت الفات امبوليزم بتلقطها بدريا. تمام? طيب. ايه اسباب في العيانين دول اللي مش هتيجي ببالك في الاول? يعني انت هتدور على الفري فلاوت. لا دور على الحاجة التانية. زي ايه? الاي بي سي. لقيت فيه نقط بيضة نقط بيضة نقط بيضة نقط بيضة. انا مش متزكد دي تقريبا الحالة اللي بعد تتالي الدكتورة ماروة ربناي بريكلاف. فنقط بيضة في الاي بي سي. لا ده فات امبوليزم. مش هيضاي دلوقتي. بس هيضاي كمان شوية. فانت تلحق انت بفضل الله هتبقى السبب ان انت تنقذه. يبقى الفات امبوليزم ممكن يعدي علينا. فلازم تعرفه. ايه تاني? زي ايه? واحد كبير في السنة. يعني متوقع ان عنده مسلا تمانين سنة ولا سبعين سنة. ده ممكن يكون عنده اورتج انيوريزم. او دايسكشن. فطلب عينك كده بص صغير على الاورتج. ايه ده? ده في خط جوه الاورتج. ده فيه ما تقوم حاولين الاورتج. يعني ريترو بريتونيال. اه ده ممكن يكون. فانت برضو ممكن تكون ربنا اجعلك سبب في انقاذ العيانة. ايه تاني? ان ممكن الدروب للبيتال ساينز. ومع ذلك فريق بص على الكيدني. ايه معنى اللي تحتها? اللي هي الصوص مصر? بص على اليورييني بلادر. ايه معنى اللي حواليها? اللي هي البيلبيك ماسلز. الاليوصوص او البيلبيك ماسلز ممكن تشيل هيماتومة كبيرة جدا. لدرجة انها طفعص اليورييني بلادر او الكيدني. تمام? دي كلها ميجر الريتروبريتونية اللي هييماتومة. ممكن تدخل العين كشوك. وانت قايل لي الباست سكان نورمالي. فلو سمحتوا الانتيتيز دي دور عليها وانت بتعمل الباست سكان. مش هتاخد منك وقت طويل. بصة سريعة. مجرد ما عرفت انها ميجر براكشورز. لو سمحتوا بص لي على اول طبع. بصي لي على الاي بي سي. بصي لي على الريتروبريتونية المسلز. يبقى الفات امبوليزم انتيتي انت او دايبنوس انت اللي بتشخصه بيبدريه تمام. عن طريق ايكوجينيك فصي. قبل ما يحصل السندروم نفسه. السندروم بقى ان الامبولاي دي راحت تعمل لي هايبوكسيا. راحت تعمل لي راحت تعمل لي راحت للسكين والآي تعمل لي دي الكلاسيك بقى فات امبوليزم السندروم اللي بيحصل بعد يوم الى ثلاثة يعني. فنخلي بالنا من الانتيتي دي ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن ازودها على الفاست اسكان بسرعة. يعني مش اعود بقى فترة طويل. لا دقيقة. الفاست اسكان بدل ما هو ثلاث دقايق. انا بخلصه في دقيقة. وازود عليه مسلا نص دقيقة ولا دقيقة. لكن حاجات تشخصية عني. يا ربكم استفدتم من الحالة دي. وشكرا لزميلتنا الدكتورة مروعة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.